مجلس الوزراء مجلس التجارة البينية بين البلدين وذلك في معرض ترحيب المجلس بوضع حجر الأساس لمنطقة التجارة الأمريكية والتي تأتي في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي بعدها أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس مستذكرا المجلس بالتقدير العميق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية وما حققته عبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات من تقدم وتطور في مختلف المجالات والذي تعزز في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثم هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بالعيد الوطني الحادي والستين ويوم التحرير الحادي والثلاثين مشيدا المجلس بما تشهده دولة الكويت من تقدم وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومتابعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بعدها أعرب المجلس عن تمنياته بأن يتم تغليب الحوار والحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالطرق السلمية وتجنب التصعيد وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل وذلك في ضوء استعراضه لمستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا بعد ذلك أطلق المجلس أربع وعشرين مبادرة لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي وستسهم في تعزيز التنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ومن بين هذه المبادرات التوسع في التأشيرة الفورية والإلكترونية وتأشيرة جسر الملك فهد واستحداث نظام المسافر الموثوق وتأشيرة التدريب واستحداث إقامة التحاق لزوجات الخليجيين الأجنبيات وأصدار الجواز الإلكتروني والغاء بطاقة القدوم وتوصيل الجواز داخل وخارج مملكة البحرين وخفض سعر التأشيرة المتعددة حيث جاء ذلك بالإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية حول تفاصيل الأربع والعشرين مبادرة لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بعدها قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة التسجير في مملكة البحرين التي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 مع زيادة أشجار القرن بمعدل أربع مرات بحسب أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كما تتضمن الخطة عددا من المبادرات منها زيادة الأشجار في المشاريع الحكومية وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير السياسات الداعمة لتشجير وتشجيع الأفراد على المشاركة في التشجير مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول ملخص لأعمال لجنة للعام 2021 حيث تضمنت أهم الموضوعات التي بحثتها اللجنة وأولوياتها في متابعة تسريع تنفيذ المشاريع بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال تقرير سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن المشاركة في معرض التقني الدولي الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اشتركوا في القناة